خلال منتدى شانغريلا دفاعي في سنغافورة قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة مؤكداً أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبقى أولوية لواشنطن وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة حافظت على وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ فترات طويلة مشيراً إلى المنطقة تبقى مسرح عمليات ذا أولوية للحياة الطفاست وتعالي مع المؤكدعين في سنغافورة شركة لو دللللللل محيطة في السنة ومن ثم ولكن أنano أن نُوررة بالتكار والعرفة العرقى التي ستقبلها العربة الوظيفة ستقبلها ومشاركة عفلتها من التقرير فلقد أنتقلها المتحدث عن المتحدث مع المتحدث في المتحدث بالتحدث معه من أجل المتحدث الذي يتشبه لحد قرأه أكثر نحاول اللهم لن نبحث لذلك مهمة الجهدى أنتهي لدرجة الوصف إليس تحدث مما وليس بجانب ، فهو وليس بجانب خيارة غدرت تقريباً بحثة مجرد وليس هناك مستخدمة للمساعدة الوحيدة للتعامل لكي أفضل المساعدة ومساعدة المساعدة كما قلت دائماً، التعامل ليس مستخدم إنه مستخدم وأنتظر إلى أكثر التصريحات مع الرئيسي نناقش هذا الموضوع وهذه التصريحات مع ضيفنا من توكيو السيد خلدون الأزهري الكاتب والباحث في الشؤون الآسوية أهلاً بك سيد خلدون دعنا نتطرق إلى تصريحات أوستن التي ربط بها فيها أمن الولايات المتحدة بأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كيف يمكن ترجمة هذه التصريحات على الأرض؟ هل تتخوف دول من ضمنها الصين مثلاً من تدخل عسكري أمني أمريكي في المنطقة بالمرحلة المقبلة؟ طبعاً الوجود الأمريكي في منطقة غرب آسيا غرب الباسيفيك وهذه المنطقة من العالم موجود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والمصالح الأمريكية هامة وحيوية في هذه المنطقة واستفادت منها الصين في البداية لكن الآن الصين تحولت إلى دولة عزمة وتحاول التمدد وبالتالي استدمت المصالح الصينية مع المصالح الأمريكية وأيضاً مع مصالح بعض الدول الأسيبية وخاصة دول في جنوب شرق آسيا لا سيما الفلبين وفيتنام وهذه الدول أصبحت تميل إلى الولايات المتحدة والمعسكر الغربي بشكل أكثر من أي وقت مضى ولسيما بالسبب الخلافات الحدودية مع الصين إذن الصين تشارك في هذا المؤتمر من خلال وزير الدفاع وهذه المشاركة في نهاية الأمر تبقى إيجابية لأنه تؤدي إلى وجود حوار بين المسؤولين الدفاعيين عوضاً عن المواجهات والتراشق الكلامي المستمر أيضاً بينهم ولكن الحوار دائماً يساعد على حل المشاكل في هذه الآوينة الصين تقف في موقف دفاعي في هذا التجمع الآسوي موقف دفاعي إذن تخشى الصين من تحرك عسكري ما سيد خلدون؟ مش تحرك عسكري بالمعنى الحرفي الصين تتعرض لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة أولاً وأيضاً من فيتنام ومن الفلبين في هذه القمة رئيس الفلبين أدل بتصريحات معادية جداً للدور الصيني والتواجد الصيني في هذه المنطقة المواجهة حصرياً حول بحر الصين الجنوبي الذي تريد الصين تحويله إلى بحيرة صينية حصرية لها نعلم بوجود الكثير من الجزر والمناطق الحدودية المتنازع عليها بين الصين وبين عدة دول في هذه المنطقة وبالتالي هذا هو سبب خلاف كبير وربما تحصل بسببه اجتباكات غير متوقعة وقع في الأليام الأخيرة حصلت هجمات من قبل السفن الحربية الصينية على سفن فلبينية ولكن بخراطيم المياه بالمدافع المائية هل ستتحول هذه الهجمات إلى هجمات بالأسلحة؟ هذا أمر مستبعد حالياً ولسيما بوجود هذا الحوار لكن أيضاً هناك نقاط إيجابية سوف يتم اتفاق بين خفر السواحل في عدة دول في هذه المنطقة ومنها اليابان وبالتالي ربما هذا الحوار في شانغريلا يساعد في الواقع على تبديد نقاط الاختلاف ولو شكلياً لكن تبقى المشاكل الأساسية موجودة وهي الصراعات الحدودية الدور الأمريكي في مواجهة الصين في هذه المنطقة وهو دور يحظى بتحالف كبير من اليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيا لكن نلاحظ أن البيان واضح على نقاط هل تتوقع مزيدنا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ودول منطقة آسيا في المرحلة المقبلة نظراً إلى كل ما تفضلت به ونظراً إلى الحوار المستمر بين كل الأطراف يعني ربما التعاون الأمني والعسكري سيزيح التحركات العسكرية ويبقى التعاون على غرار نيتو مثلاً بالتأكيد هو في الواقع الولايات المتحدة تحاول بشتى الوسائل خلق ناتو بصغر في آسيا من خلال اليابان وكوريا الجنوبية وربما استراليا لكن هذه المحاولات تسير على الموجة الطويلة لذلك تحاول الولايات المتحدة بخلال اليابان دام بعض الدول في جنوب شرق آسيا مثل فيتنام والفلبين بتقديم أسلحة غير هجومية وهذا يساعد على بقاء هذه الدول متحالفة أكثر مع الولايات المتحدة والمعسكر الغربي طبعاً أوروبا تشارك في هذا الحوار لكن نلاحظ غياب واضح لمسؤولين من روسيا ومن كوريا الشمالية إذن كيف يمكن حل هذه المشاكل مع هتين الدولتين وهما على قمة جدول الأعمال وغياب مسؤولين منهما طبعاً الرئيس الأوكراني زيلنسكي حاضر إلى القمة وسوف يحاول جمع الكثير من التأييد للمساعدات العسكرية تحديداً لنبقى في موضوع العلاقات الصينية الأمريكية في ظل هذه التوترات أوستن أيضاً قال أنه يؤكد على ضرورة الحوار وذكرت هذه النقطة سيد خلدون برأيك كيف سيكون جو أي حوار ونتائج أي حوار في ظل هذه الخلافات وفي ظل ما يفهم من عسكرة المنافسة وثمرار القيود على الشركات من قبل الطرفين هل سيفضي هذا الحوار إلى أي كم يقال ضوء في آخر النفق؟ لا يوجد حالياً نفق في الأساس لأنه كل الدول تؤكد على مصالحها وعلى مواقفها الأساسية هذه الحوارات في شانجريلا لن تؤدي إلى أي حلول ولكن سوف تساعد على تخفيف التوتر وتخفيف شدة المواقف بين المسؤولين الدفاعيين المشاكل الموجودة بين الولايات المتحدة والصين هي الأبرز في هذه المنطقة وأيضاً المشاكل الحدودية بين الصين واليابان بين الصين وفيتنام وأيضاً الفلبين الفلبين تسمي منطقة بحر الصين الجنوبي قرب أراضيها بحر الصين بحر الفلبين الغربي إذن هناك اختلاف على التسمية هذه سوف تزداد شدة في المستقبل ولكن الحوار في شانجريلا يساعد على ربما وضع حد لهذه الخلافات وعدم تحويلها إلى الخلافات بالأسلحة نعم شكراً لك وضحت صورة سيد خلدون الأزهري الكاتب والباحث في شؤوني الأساوية كنت ضيفاً من توكيو شكراً لك